المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيان بخصوص معالجة قضية نوعية تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدول منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإخلال بالنظام العام أقول أنت حكمه الموساط الموساط حكمه هناك ولا الـ CIA ولا الـ DST ولا مش عارف ومن بعد واشتلقى تحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما ينحن إيراني من ولاية لمسيلة ومعسكر المشتبه فيهما قام بفتح مجموعة تضم عدة حسابات فيسبوك لغرض الترويج وععادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي والله الآن أني نشوف فيها معاكم بتنظيم رشاد الإرهابي وكذا مناشير تحريضية أخرى تدعو إلى زعزعة الأمن والاستقرار بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم مجتمع فيهما أمام الجهات القضائية المختصة ما زال ما يحشموش يعلم القاصي والدالي يعلم الكبير وصغير يعلم اللي في الداخل واللي في الخارج أن رشاد حركة سلمية مسالمة تدعو إلى قيام دولة مدنية بالسلمية يعلم الناس في كل مكان ليسمعوني أو يسمعون خاوتي من الحركة ويتكلموا يقول لك السلمية نذكر السلمية في كلامنا أكثر من أي كلمة أخرى تركيزاً مش خوفاً منهم لأننا عارفينهم ملاعين يقدروا أي تهمة لكن طناعتنا أن اللاعنف أن السلم هو اللي يطيح بهم لأن العنف هو لعبتهم المفضلة العنف هو عليهم مثل الجيفة للديدان للدود والبعوض نعرف ذلك وش اللي جاءوا عندهم قال لك تحريض على الفيسبوك طيب هاني ها هو الوثيقة اللي قدمتها قبل أربع أيام تعالجرافيكا وهي شركة أمريكية متخصصة والله ما كنت نسمع بها قبل صدور هذا البيان قال تقرير تح ما كنت نعرفها بالرغم أني أزعم أني مطلع كثير على ما يجري في العالم لكن ما كنت نعرف من هذه الشركة شركة متخصصة في المواقع الاجتماعية خرجت بالأدلة والبيانات أن الذباب الإلكتروني كان يشري فعليه كبار المسؤولين وخرجت بالبيانات الأسماء انتع الحسابات اللي كان أسقطها الفيسبوك كان عددهم أعتقد 200 صفحة أو يزيد 121 صفحة 35 مجموعة 29 حساب حساب على انستغرام و130 بروفايل وقامت الشركة المتخصصة هذه بتدقيق فيهم منهم وإن تابعين وجدتهم كلها تابعين للعصابة للحكومة للنظام واجدت أن أكبر المتضررين هم أسماء معينة أنا واحد من هذه الأسماء وأن حركة رشاد متهمة تهمات باطلة وقالت هذه الشركة التي لم نكن نعرفها ولم نسمع بها من قبل أن النظام لم ينظر إلى أي من دعاوى الديمقراطية لتحدث بها هذه الحركة ورح يتهمها بالإرهاب وهم عارفين أن هذا ليس صحيح هذا دليل دولي ضدكم دليل دولي من جهات مختصة مستقلة لا نعرفها ولا تعرفنا ولا عرفها الجزيريين وأنا متأكد أن 99.90 لمش أكثر من الجزيريين لم يكونوا قد سمعوا بجرافيكا قبل صدور هذا التقرير المفصل والمدقة تدقيق بالصور وبكل شيء ولأنا كنا نشرناه وكنت كلمت عليه قبل ربع أيام يمكن خصص له نصف ساعة في الحديث ما زلتوا تتحدثوا على تابعين الرشاد وداروا مجموعات على الفيسبوك والجزيريين كلهم عندهم فيسبوك والجزيريين خرجوا بالملايين كحركيين وبالملايين قالوا يتنحى وقع وبالملايين قالوا الاستقلال استقلال استقلال وبالملايين قالوا مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية لأنهم عارفين بدون سقوط المافيا العسكرية لن تقوم لهذه البلاد قائمة لن تقوم كل يوم يتأكد ذلك وآخرها العطش وآخرها الخنجة الاختناق اللي الناس تعيشوا بسبب الأكسجين